اللي هو رأيي البرنامج رأيي المجال النهاردة هنتكلم عن ظاهرة هو الدوري اللي عن بدأ خلاص ومعبدية الدوري لازم عندنا طموحات وأحلام كبيرة قوي نسأل الله سبحانه وتعالى إنها تتحقق بنحلم إن يكون عندنا دوري منتظم ما فيهوش بقى التأجيلات وفي نفس الوقت لازم يكون فيه عدالة بين كل الفرق وإن ربنا يصلح حال التحكيم لأن التحكيم الموسم اللي فات ما كانش قد كده ويمكننا شايف الأول أسبوع بالنسبة للدور العام أخطاء الموسم الماضي بش عاوزينها تتكرر لأن موسم كان فيه أخطاء كتيرة جدا كان فيه فار وكان فيه بعض الشيء يعني كان بيجوا مع ناس ويجوا مع ناس جوه اللجنة بتاعة الفار تقول لك لا بش ضرب الجزاء والفار يقول لك ضرب بالجزاء وبيتغادوا عن حاجات كتيرة جدا لكن السنة دي إحنا عاوزين أن يكون بأنا فيه عدالة عدالة بين كل الفرق لأنه ومش عاوزين أن يكون بقى فيه فرق عن فرق وعن فرق الفار ده هو عبارة عن العدالة اللي لا تقل عن إظهار الحق وإحنا عاوزين الحق شفنا السنة اللي فاتت في الموسم اللي فات شفنا فرق الظلمت من الفار وفرق استفادت من الفار لين سبق السنة اللي فاتت وكمان لازم يكون فيه معيار العدالة بقول معيار العدالة يكون واحد خط واحد كده بمعنى ان نفس الوقع يكون فيها نفس الحكم زي ما سألقل ايه الفار يقولك دي ضرب الجزاء ويرجع بعد كده يقولك اللاجنة اللي بقولك لا بالجرب الجزاء وبعدين يجي في ماتش بعدي تبقى هي هي نفس اللعبة هتلاقهم العكس احنا مش عايزين الكلام ده يحصل فيه رجل الجزاء احصل براجل لو عشر رجلات جزاء احسبها ده القانون بيقولك كده وبعد كده اعلن عن مسل للشفافية مش عايزين من الاول يقولك الفار بيلعب مع نادي ويلعبش مع نادي وفي نفس الوقت زي ما انا قلت لازم بقى فيه معايير ثابتة علشان كل الفرق تبقى تاخد حقها في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر